موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب نرحب بكم في الحلقة الثامنة مع المعيار ثلاثة خمسة واحد الكفاية العامة الكتابة نصب الفعل المضارع بني الطالب أصوغ جملا نامية تحتوي أفعال مضارعة مرفوعة معللا سبب رفع هذه الأفعال ننظر بني الطالب إلى هذه الجمل تسعى الأمم إلى تحقيق التقدم والرقي يبدع الشعراء في تعبيرهم عن جمال الطبيعة يرنو المجد إلى مستقبل فكر معي بني الطالب في هذه الأفعال تسعى يبدع يرنو جاءت هذه الأفعال مضارعة مرفوعة لأنها لم تسبق بأداة نصب أو جزم التدريب والمناقشة أقرأ الجمل التالية وألاحظ حركة الحرف الأخير في كل فعل مضارع تحته خط فيما يأتي تعتزم المدرسة أن تستضيف ندوة تقافية حركة الفعل الفتحة الظاهرة لن تزداد علم إلا بتوثيق صيلتك بالكتاب والمكتبة حركة الفعل الفتحة الظاهرة أتابع الندوات باهتمام كي أنمو ثقافة وفكرا حركة الفعل الفتحة الظاهرة أمكث في المسجد لأقضي وقتا ممتعا مع ذكر الله حركة آخر الفعل الفتحة الظاهرة لن ترقى لغتك حتى تكثر من القراءة في الشعر والأدب نلاحظ بني الطالب في المثال الخامس فعلين ترقى والفعل الثاني تكثر لن ترقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة وتكثر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة احرص على تلاوة القرآن فيتضاعف ثوابك حركة الفعل الفتحة الظاهرة لا تحجر كتاب الله فتفقد خيرا كثيرا حركة آخر الفعل الفتحة الظاهرة هل تقرأ في التراث فتزيد حصيلتك الثقافية حركة الفعل الفتحة الظاهرة لن تطلع على تجارب الآخرين فتستفيد من خبراتهم حركة آخر الفعل الفتحة الظاهرة لاحظ معي أيها الطالب بعد قراءتك الأمثلة السابقة أن كل الأفعال السابقة المخطوط تحت بخط أفعال مضارعة سبقت بالأدوات الآتية أن لن كي حتى لام التعليل فاء السببية وهذه أدوات نصب الفعل المضارع كما تلاحظ أن فاء السببية قد سبقت بنفي أو طلب والمقصود بالطلب هو أمر نهي استفهام تمن تحضيط كما تلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن علامة نصب الفعل المضارع الفتحة الظاهرة على آخره في الحالات الآتية المضارع الصحيح الآخر المضارع المعتل الآخر بالواو المضارع المعتل الآخر باليا وتلاحظ أن علامة نصب المضارع المعتل الآخر بالألف الفتحة المقدرة أملأ كل فراغ مما يأتي بفعل مضارع معتل الآخر وفق المطلوب بين الأقواس لنقرأ يا بني هذه الأمثلة قراءة صامتة تأمل يا بني الإجابة احرص على صلاواتك فيرضى الله عنك الفعل معتل الآخر بالألف لن تحقق أهدافك إلا ببدل الجهود الفعل صحيح الآخر عليك أن تسمو بأخلاقك الفعل معتل الآخر بالواو سافرت إلى بعض البلدان لأقضي وقتا ممتعا الفعل معتل الآخر بالياه الآن يا بني أضبط كل فعل مضارع تحته خط فيما يأتي تحرص دولة الكويت على أن تدعم التضامن العربي لن يدعو المؤمن إلى فساد أو ضلال نفكر أبنائي في ضبط هذه الأفعال نقول تحرص دولة الكويت على أن تدعم التضامن العربي الفعل تدعم لن يدعو المؤمن إلى فساد أو ضلال الفعل يدعو فنلاحظ أن علامة النصب في الفعل تدعم ما ويدعو علامة النصب الفتحة الظاهرة ننتقل بني الطالب الآن إلى الممارسة أوظف الأحرف الناصبة في جمل تامة ثم أحدد علامة النصب المضارع بعدها تأمل يا بني الإجابة الآتية لا تستمر الصداقة حتى تعفو عن هفوات صديقك نلاحظ الفتحة الظاهرة علامة النصب لا تصحب أصدقاء السوء فتندم فعلامة النصب الفتحة الظاهرة أمارس الرياضة البدنية كي أقضي وقتي فيما يفيد فعلامة النصب كذلك الفتحة الظاهرة أحب أن أجالس العلماء لأنهل من علمهم وحكمتهم فعلامة النصب كذلك في هذا الفعل الفتحة الظاهرة نلاحظ في المثال الخامس لن تتخلى الكويت عن ثوابتها ومبادئها وعلامة النصب الفتحة المقدرة التطبيق اقرأ قراءة صامتة هذه الجمل بين الطالب ثم فكر معي أملأ فراغ كل جملة مما يلي بأداة نصب عليك أن تحسن إلى جيرانك أذهب إلى البر لأقضي وقتا ممتعا احرص على صلاة الجماعة فتنال الأجر والثواب أجيب عما يأتي أحدد علامة نصب كل فعل مدارئ مما يأتي لن أقصر في طلب العلم أنفق في سبيل الله فتلقى أجرا عظيما أحرص على بر الوالدين لترضي ربك نلاحظ علامة النصب في هذه الأفعال لن أقصر علامة النصب الفتحة الظاهرة فتلقى علامة النصب الفتحة المقدرة لترضي علامة النصب الفتحة الظاهرة أجيب عما يأتي أوظف الفعل يتعلم في جملتين بحيث يكون في الجملة الأولى مرفوعا وفي الجملة الثانية منصوبا الفعل يتعلم مرفوعا والفعل يتعلم منصوبا فكر معي الفعل يتعلم مرفوعا يتعلم المرء من تجارب الآخرين الفعل يتعلم منصوبا يبذل الطالب جهودا كي يتعلم ما ينفعه في نهاية الدارس أشكر لكم انتباهكم وأرجو لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة